اشتركوا في القناة سيدي وقتلوا جميعاً ما هذا الذي تقوله؟ ألم يرافقهم الجنود البيزنطيون؟ كيف يقتلون جميعاً؟ وجنود بيزنط المرافقون لهم قتلوا جميعاً يا سيدي آمين آمين أيها الأنتال ليرحمهم الله يا ابنتي كوني قوية المصاب مشترك ليمنحنا الله الصبر نقسم بالله العلي العظيم بصاحب الأرض التي رويت بدم الشهداء والسماء الشاهدة على موت الأبرياء وقسماً بما بينهما وبكل قطرة دم سفكت ظلماً أن نأخذ بالثار لكل شهداء فاسبوركان كما ثأرنا لدم الشهيد حسن وأن لا نتخلى عن ثأرنا حتى آخر قطرة من دمنا دم الشهداء دين علينا أعرف كم هو صعب ألم الفقد لكن ما باليد حيلا هذا قدرهم كان الله في عون الصابرين شكراً يا سيدي أمضى إخوتنا أعمارهم كعمال عبيد عند أولئك الكفار وحين وعدوا بالحرية قتلهم الأوغاد دون رأفة لا بأرواحهم ولا بتعبهم كل تلك السنين هذه أخلاقهم ولن يردعهم أي شيء لابد أن عربات العبيد الجدد تتهيأ الآن لقد عشت هناك متى كانت تصلهم عربات العبيد؟ وما السر وراء قتل الجنود البيزنطيين أيضاً إن أخل بالصلح فالعواقب معروفة يا سيدي ولن يغامر بخسارة فاس بوركان من أجل انتقام حاقد ولهذا السبب يجب التمهل والتفكير ملياً لمعرفة المستفيد من هذه الفعلة سيدي البيزنطيون من فعلها وتصرفوا بخسة ودناءة لإخفاء مسؤوليتهم لكنهم تركوا أثراً خلفهم وجدته في مكان المجزرة هذا ويسام ويانز ابن كيكاو منوسيا سيدي لكنه لا يعتبر دليلاً دامغاً على أنهم من فعل ذلك أعلم لكنه يؤكد لنا على الأقل أنهم من فعلها من الأفضل عدم التسرع الآن إن كنا نحن الطرف الذي يخل بشروط المعاهدة فسندفع الثمن لكننا دفعنا الثمن الأفضح حين وثقنا بكلام الأعداء هذا ليس وقت الاعتدال بل وقت إغراق القتلة المتعطشين للدماء بدمائهم وأخذ ثأر أخوتنا الشهداء لن نحاربهم بقوة السيف هذه المرة يا سيدي بل بقوة عقلنا وحنكتنا فقط سنعد لهم خطة محكمة لننال بها ثارنا ونفتح فاسبوراكان أيضاً وضعنا إدارة فاسبوراكان بأمانتك مؤقتاً وكل ما عليك فعله تسليم التركماني أحياء ولكنك لم تنجح بذلك حتى سيدي أرسلت معهم الكثير من لا أريد مبررات أيها الغبي هل تدرك الآن حجم المشكلة التي وقعنا بها بسبب غبائك؟ أعدك أن أجد من قام بذلك أعطني فرصة أبي لا يمنح فرصة ثانية لأحد أحسنت إنه التصرف المناسب كل شيء واضح السلاجقة من قاموا بقتلهم يريدون أن يتهمون بنكذ اتفاق الصلح بيننا ظناً منهم أنهم سيحصلون على فاسبوراكان أعرف الأتراك جيداً وهذا ليس أسلوبهم لو أرادوا أخذ فاسبوراكان لقدموا إلينا بجيوشهم يجب أن نبلغ السلطان تغرول أنه لا يدلنا في الأمر قبل أن يعرف الإمبراطور النقيب محرق لنرسل مبعوثنا إن سمحت لي أريد الذهاب بنفسي مهمتك يا يانيز هي أن تجد من قام بهذه المهزلة البشعة قبل أن تلتصق التهمة بنا فاهمت؟ فوراً عزيزتي إفدوكيا سأرسلك أنت إليهم تعلمين أني أثق بك بسرون يا عما ونحن قتل جنودنا وتضررنا مثلهم في وقوع هذه المجسرة لذا يجب على الطرفين الالتزام بالمعاهدة من أجل مصلحة دولتين قول ذلك لتغرل عزيزتي إفدوكيا حين يعلم الإمبراطور سيطلب مني معلومات مفصلة سأتي معك إفدوكيا ترجمة نانسي قنقر